الآن نبدأ مع الهدف الأول في الشوط الأول عن طريق سردر أزمن في الدقيقة الرابعة والعشرين كرة رأسية خطأ من الجانب يسر بالنسبة لمنتخب العراقي ومن ثم تسجيل الهدف في الدقيقة 43 من عمري الشوط الأول أيضا شهدت طرد بولادي ومن ثم الشوط الثاني يعود وتسجيل أحمد ياسين الهدف الأول بالنسبة لمنتخب العراقي مع بداية الشوط الثاني يونس محمود يعود في الدقيقة الثالثة والتسعين يسجل هذا الهدف لمسبة لمنتخب العراقي بكرة رأسية ومازال يونس محمود يعيش في عالم التهديف في عالم الكرة المستديرة بالرغم من عدم وجوده مع أي نادل إلى أنه استطاع التهديف بهذه الطريقة الرائعة يعود المنتخب الإيراني ويسجل عن طريق مرتضى في الدقيقة 103 وثلاثة ويعود بالنتيجة بنسبة لمنتخب إيران وفرحة إيرانية ومثلما يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء وينفذها بنجاح أصغر لاعب في المنتخب العراقي درغام إسماعيل في الدقيقة 116 أصغر لاعب إذا في منتخب العراقي يسجل هذا الهدف الذي كان من المفترض أن يعتبر هدف الفوز بنسبة للمنتخب العراقي لأن رضا جوتشا وفي الدقائق الأخيرة يسجل بعد كرة دراماتيكية كانت في المنطقة الدفاعية بنسبة للمنتخب العراقي لأنه